هذا السؤال يقول ما حكم رسم شخصيات الانيمي الكرتونية لذلكم الله خيرا بالنسبة لي الرسم الكرتوني الرسم الانيمي أو الكرتوني الانيمي يمكن تشتهر أكثر في إذا كانت هاتف من الشرق فإنهم يسمون الانيمي وفيها بعض الجوانب والشخصيات الكرتونية موجودة في الغرب تسمى كرتونية المبدأ أن الرسم الآن غالبا هو الكتروني وليس رسم يد وليس هو المقصود بأن الإنسان يقوم بالمضاهات وإنما يكون الكترونيا فإذا كان الكترونيا بمعنى أنه ليس رسما يدويا فهذا خارج محل الخلاف الموجود لأن ما كان مقصودا هو الرسم الذي يكون يدويا فإذا افترضنا بأن الرسم يدوي نقع في الخلاف بالنسبة للرسم هل هو جائز أو ليس جائز لأن العلماء بالنسبة لرسم دوات الأرواح مختلفون على قولين القول الأول ذهب جمهورهم إلى عدم المشروعية لدوات الأرواح نقصد بدوات الأرواح ما له روح كما هو الحال بالنسبة للإنسان الحيوان يعتبر من دوات الأرواح أما ما ليس من دوات الأرواح كما هو الحال بالنسبة للشجر والنباء والبحار ونحو ذلك لا إشكال مناظر الطبيعية ونحو ذلك فهذا الرسم بالنسبة للجمهور بالنسبة للمالكية رون المشروعية طالما أنه ليس له ظل مع الكراهة خلاف في المسألة بالنسبة للكرتونية هي المقصود منها الجانب للأطفال و المقصود منها بعض التوجيهات فإذا كانت إيجابية هذه التوجيهات لا مانع منها أما إذا تضمنت توجيهات سلبية لا سيما في أمور العقيدة فإن هناك بعض الشخصيات التي تظهر في الكرتون ولكن يكون معها جوانب مخالفة لعقيدتنا الإسلامية لذلك ما كان مخالفا لعقيدتنا الإسلامية فهو ممنوع حتى لا يتأثر هؤلاء الصغار بهذه الأفكار كما هو الحال بالنسبة لتمثيل أو لتجسيد شخصيات الملائكة على سبيل المثال عليهم السلام أو لشخصيات الأنبياء و نحو ذلك ممن يمنع أن يقوم أحد بتجسيد هذه الشخصيات ولو كان رسما فهذا ممنوع مطلقا ثم بعد ذلك نأتي إلى الموضوع هل موضوع إيجابي تربوي ترفيهي أو أن هناك ما يخالف القيم والجانب العقائدي فالأصل فيها أنها في دائرة المباح ما لم يرد فيها شيء آخر مخالف لشريعتنا الإسلامية ترجمة نانسي قنقر